من جانبها أعلنت إيران أنها أسقطت مسيرات عدة وأنها ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي على البلاد وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد وقال المتحدث باسم كالة الفضاء الإيرانية حسن داليريانا إن مسيرات عدة أسقطت بنجاح من جانب دفاع الجوي للبلاد ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن تصدي المسيرات تم بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا ولم يتم بأنظمة دفاع صاروخية من ناجهتها أفذت وكالة فارس للأنباء بأن دوي ثلاث انفجارات سمع قرب قاعدة الشيكاري الجانوبية الجوية تابعة للجيش قرب أصفهان